تتواصل فعالية النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي لليوم الثاني والأخير في القاهرة بهدف جمع نغبة من الشخصات العامة والإعلاميين لمناقشة أهم القضايا في مجال الإعلام ومنها الذكاء الاصطناعية تهدف النسخة الأولى من القمة لتوفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول العربية تحت شعار إعلام ملهم وشباب مبدع تستمر فعالية النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي لليوم الثاني والأخير بهدف جمع نغبة من الشخصيات العامة والإعلاميين لمناقشة أهم القضايا في مجال الإعلام ومنها الذكاء الاصطناعي هنا في نقطة فاصلة يعني كيف أننا بنوعي الشبابنا كيف أننا بنعمل استرس أو بنركز على جوانب الإيجابية جوانب سلبية لإستخدامات التكنولوجيا المختلفة وبنفهمهم إيه المجالات المفتوحة قدامهم اللي ممكن يبدعوا فيها نحن نحتاج إلى المزيد والمزيد من تناول قضايا الإي آي والإعلام والكوميونيكيشن والاتصال في مصر وفي العالم العربي لأنه مش بس إحنا بنستخدمها ويجب أن نكون يعني متعاملين إحنا محترفين للإي آي والتولز الخاصة بالإي آي ومخرجات الإي آي لكن كمان إحنا محتاجين نعرف كويس قوي إيه حدود الإي آي وإيه التحديات اللي ممكن نواجهها من الزكاء الاستناعي ومن استخدام الزكاء الاستناعي في الميديا القمة لا تستهدف المجتمع المصري فقط ولكن تستهدف العالم العربي لأن إحنا طبعا الأكاديمية العربية هي منظمة تابعة جامعة الدول العربية والحمد بالله في مشاركات من العديد من الدول العربية الموجودة بالإضافة إلى بعض الدول الأجنبية فعليات القمة تتضمن عددا من الجلسات النقاشية بشأن أهم الموضوعات على الساحة الإعلامية إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل حول مواضيع إعلامية متنوعة بواسطة أفضل الإعلاميين والمدربين بهدف تطوير مهارات الشباب تحدي هو في التمكن طالب الكلية الإعلام من أدوات الذكاء الاصطناعي وعدم تجنبها لأنه عدم تجنبها طبعا هيحصل فيه تخلف تكنولوجي كبير جدا جدا عنده ممكن الذكاء الاصطناعي في هذه الأمور يسبقوا الحمد لله يعني على مدار السبع تمن شهور اللي فاتوا نجحنا أن إحنا يبقى معانا طبعا شباب من مختلف جامعات بيشاركوا بأعمالهم لأن فيه جزء على هامش القمة اللي هو المسابقة اللي أعلننا عنها وكان فيه مشاريع مميزة جدا للطلبة والنهاردة هنوزع الجوائز تهدف النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول العربية بما يحقق توجهات القيادة السياسية في تأكيد دور مصر كمحرك أساسي للتطوير الإعلامي في العالم العربي